السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته من هم الذين يحاربون الدين؟ كما نعرف أن محاربة الأديان هي تهمة جاهزة يرددها كثيرون لكن ما المقصود بها؟ ومن يطلقها؟ لماذا تتهم بعض الأديان؟ كل من يتحدث عنها بازدراء أديانها أو دينها في الوقت نفسه هي التي تزدري الأديان الأخرى المنافسة لها ثم هل هناك دين لا يزدري بقية الأديان؟ أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من أوهام الدين هذه الأسئلة كانت محور نقاش بيني وبين أحد الأصدقاء وهو أستاذ جامعي ناولنا فيه مواضيع متعددة قال لي الصديق أن من يحاربون الدين هم أكثر من صنف ستة أصناف أو سبعة الأول يعادي الدين للتفاخر وهذا الشخص يحارب الدين كي يحسب في عداد المثقفين الجدل أما الثاني فهو يعادي الطريقة التي يقدم فيها الدين للناس أما الثالث فهو يعادي رجال الدين فقط أما الرابع فهو ملحد مناور ينتقد الدين بطريقة غير مباشرة لك لا يقول أنه ملحد فماذا يفعل؟ يتحدث بلسان المؤترضين على الدين وعلى تعاليم الدين في الحقيقة هو يتحدث عن أرائه الخاصة أما الخامس فهو باحث عقلاني ينتقد الدين من داخله فيدخل بالتالي في منافسه مع رجال الدين المحترفين مثل يعني نجيب أمثلة مثل إسلام بحيرة مثلا هو ينتقد الدين من داخله ويعتقد هؤلاء من هذا النماط يعتقدون بأنه مثل رشيد بيلال أيضا هذا الصنف يؤمن بأن الدين هو منظومة فكرية لها علاقة بالعقل والمنطق ولا يصح بالتالي وجود ما يتناقض معهما هذا الافتراض هو افتراض أنا أعتبره طباوي لكن نتواصل معكم لأن الدين هو دين يعني هو لابد أن يقوم على أسس غير عقلانية بشكل أو بآخر حتى بفهم الدولة والوطن هي أيضا تقوم على أسس غير عقلانية أو ما يسمى بالميتافيزيقية المهم الصديق استمر وعدت قال الأمة الصنف السادس فهو هذا الصنف المفكر الذي يرى بأن الدين الموروث ما عادت هناك أي فرصة له للبقاء وأن الناس لم يعودوا بحاجة له وبالتالي يجب إذا حبينا أو لم يكن منبد إلا أن يستمر الدين بالتواجد في حياتنا ما عليه إلا أن يحدث نفسه بنفسه ويحاول أن يتوافق مع المتغيرات هناك الصنف السابق لم يذكره هو الدكتور أنا طرح الآن وهو الصنف أنه أكثر من يحارب الدين هم أهل الدين أنفسهم لأن الحروب الدينية فيما بين رجالها أو أديانها أو مذاهبها هي أكبر الحروب ضراوة وبعضها ما زال على بعد آلاف السنين وما زالت الحروب متواصلة بين السنة والشيعة بين اليهودية والمسيحية أديان كثيرة بعض المذاهب البودية هذه كلها ما زالت الحروب فيما بينها مشتعلة خاصة الأديان الشمولية قال أيضا صديقي الأنواع الستة من الذين يعادون أو يحاربون الدين وأنا ضفت النوع السابع اللي هو الدين اللي أهمل الدكتور هذه الدولة كلهم يقول أن أنا ما أرأك حاجة لأن يحاربون الدين أو يعادون الدين والسبب هو أن الدين مسألة يمكن للجميع الإيمان بها أو رفضها أما معاداتها فما أعتقد راح تجعل صاحبها متقف ولا أن من يطلب مكافحة حتى بطريقة علمية راح يوصل إلى نتيجة معها لا نستطيع أن نقول أن الدين يقدم نفسه بطريقة واحدة إنما الدين أيضا عالم شاسع وواسع ويقدم نفسه دائما أو الطريقة التي يقدم بها الدين نفسه متنوعة جدا فبدليل أن كل رجل الدين يقدمها بطريقتها وأسلوبها وفكرة الخاص وهذه الطريقة تتراوح بين المتطرف جدا على نمط داعش مثلا والقاعدة وأنا أيضا أضيف الميليشات الشيعية أيضا وطالبان العنيف وأيضا الطرف يعني التطرف أو التسامح الديني المعروف الدصوفية والكثير من طواف الدينية الإسلامية والمسيحية أيضا أضاف بعد ذلك الدكتور قائلا أما موضوع رجال الدين فهم هؤلاء أيضا مختلفون باختلاف البشر فليسهم على نمط واحد وشكل واحد ولكل منهم نظريته ونظرته الخاصة في الدين استمعت جيدا للحديث الدكتور أنا في وقتها وقلت له أنت تتناول المسألة من وجهة نظر غير موضوعية أنت تتناولها من زاوية الدين أو من داخل فضاء الدين علينا لكي نكون موضوعيين أن نخرج خارج إطار الدين ونحاول أن نراقب الدين وإشكالياته وحروبه التي لا تنقطع مع العالم ومع الأشياء ومع الأفراد هذا الأمر هو هذا المنهج الصحيح لتناول أي موضوع وإلا فأنت عندما تكون ضمن الحالة أو أنت بالضبط تتحدث عن البحر وعنت داخل البحر لا تستطيع أن تصف هذا البحر وظروفه بالطريقة الصحية لأنك أنت تتعرض لمناخ هذا البحر أو هذا الجو أو ضاء الخاصة فبالتالي أنت لا تستطيع أن تتجرد أو تتنصل من أي رأي تطرحها فبالتالي أنت وأنا كما أعرف أنه الدكتور هو أيضا أنا ما راح أذكر اسمه لسبب بسيط أيضا لأنه ضمن المناخ أو الفضاء الديني الذي يجبره على أن لا يتحدث بكل ما لديه ولا يقول كل ما لديه حتى لو استطاع أن يقول كل ما لديه فلن يقوله بالطريقة الموضوعية السليمة أضيف إلى هذا الموضوع أن قلت للدكتور أن المشكلة هي ليست في أنه لدي رأي سلبي أو إيجابي بالدين إنما هو في بحث مكان ومكانة الدين في حياتنا وبعد ذلك نتحدث عن السلبي والإيجابي لا بد أن هناك إيجابيات وسلبيات في أي موضوع طبعا هذا الموضوع ما يخطر بال أي رجل الدين لا بالرجل الدين ولا لدى المتدينين المتدينين عادة يعني قافلين على دماغهم ويتبعون الرجل الدين كما تتبع الماشية راعيها هو رجل الدين يسمى الرائي أيضا وراء الرائية أيضا وأيضا هو المشرف على حضيرات الدين فهي كلمة رعاوية حتى عد المسيحية يسموها الرعاوية بحث مكان ومكانة الدين في حياتنا هذا أمر ما يجب بال رجال الدين بالنتيجة لأن هؤلاء يعتبرون أن الدين له أن يحشر أنفه وأنف رجاله في كل شيء حتى في الحمام وسرير النوم حتى في ملابس التي ترتديها الزوجة أو الصديقة ماكو صديقة طبعا السؤال الآن ماذا عن هذا اللي يدافع النفس من اعتداء الدين عليه وتدخل الدين في شؤونه وحياته هل يسمى حينئذ هذا الشخص عدو للدين كما هو الشاعر هذا الشخص يدافع عن نفسه يدافع عن حرياته الخاصة أنت تتدخل في شؤونه باسم المقدس وتقول أنت عليك أن تتبعني وتطيعني فبأي حق وبأي حق أن تتفرض عليه هذا الشيء الذي هو يقول أنا ما لأ علاقة بهذه المسألة أنا عندي طريقتي في الحياة وخصوصتي ولا أسمح لأحد بانتهاكها مثلا أنا لا يعجبني أن أفطر لا يعجبني أن أصوم مثلا لا يعجبني أن أروح إلى الجامع وأصلي مع الآخرين ربما أصلي لوهدي هذا لا يجوز دينيا شرعا أنه الذي لا يصلي ثلاثة أيام يستتاب ثم يقتل على كما يقول السيد الشعراوي وأيضا عندي الشيعة نفس الحالة يعني يقتل قتل الذي لا يصلي مشاء فبأي حق يقتل هذا الشخص هذا تفسير أدي تفسير آخر في موضوع العلاقة بأن الدين هو القطيع وأن الأفراد لا وجود للأفراد لأفراد في منظور الدين ورجال الدين أموما فكرة اصدراء الدين أو انتقاد الدين هي فكرة عدوانية واستبدادية ما المشكلة إذا أنا اصدراء أحدنا دين الآخرين أو اصدراء فكرة ما أو قضية أو موضوع ما أين المشكلة؟ السخرية والازدراء أمر حتمي للتقدم والتطور الإنساني وإلا كيف نتقدم إذا ما احترمنا وقدسنا كل شيء هذا مستحيل تتعطل الحياة لا يحدث التغيير وتتكلس يتكلس كل شيء ويكون معالف النهاية إلى القراض والإنهيار أو التفتت يجب أن نجازف ونتعرض بقوة لما نعتقده أو يعتقده أي أحد مننا هذا عامل من عوامل تطور أي مجتمع الدين أي دين لا يمكن له أن يوجد ويتميز عن غيره حتى الدين نفسه يعني ممكن أن يتميز إذا ما كان هو يصدري أديان الآخرين هذا بالضبط الذي فعله النبي محمد وإيسى وابوذة وموسى وحتى أبونا إبراهيم حسب المرويات أبونا إبراهيم رفض الأصنام وطلع وقال أنا لا أعبد هذا الأشياء فهو ازدرى أديان الآخرين وسخر منهم فبالتالي هاي مسألة طبيعية جدا ثم أمر مهم آخر لا بد أن ننفت الأنظار إلى لماذا يزدري الدين والمتملقين لهذا الدين كل شيء عداهم وحين يتعرض لهم أحد يصرخون ويدعون المظلومية هذا سلوك طبيعي أم سلوك له علاقة بالخبث والازدواجية وأبشى عنواع الوصولية هذا أترك الحكم لكم ماذا قال الدكتور قال هاي وجد نظر خارج الموضوع تماما الدين يقولني ما لم أقوله أنه الدين هو نفس مجموعة نظريات وفرضيات لكن المشكلة هي دائما بكوادر الدين اللي دائما يعدون نفسهم حراس الدين بتعبير الفيلسوف أو المفكر محمد أرغون وهؤلاء هم المؤتدون على حياتك واختياراتك ومثل هم موجودين في كل الأديان والطوائف بل حتى في تنظيمات وتشكيلات وأحزاب لا دينية بعضها سياسي ماذا كان ردي؟ قلت هذا كلام ممتاز لكن البعرة تدل على البعير وهذا مثال يسوق رجال الدين لإثبات وجود الخالق فلماذا حين نتحدث عن الدين لا يصح لنا أن نطبق هذا الدليل عليهم؟ أعني بأنه أنت تقول البعرة تدل على البعير فمعنى أنه الكون والوجود والمخلوقات لا بد لها من وجود صانع فأنت بالضرورة تقول بأنه رجل الدين لا يمثل الدين فهذا أنت تنفي الحجة الأساسية التي يقوم عليها دينك تقول وجود إله والدين هو بسبب لا بد من وجود خالق وأن هذا رجال الدين هم يطبقون الدين لأنهم يتبعون المسير هو هذا الأثر وذلك المسير أي أن الدين هو المسير والأثر هو رجال الدين فنحن لا نعرف شيئا عن الدين إلا عن طريق رجال الدين ولا نعرف شيئا عن الله إلا عن طريق رجال الدين فمن أين هل أستطيعنا مثلا أن أقول أنني أعرف الله يأتيني رجل الدين ويقول هذا هو الله وهذا الدين وما عليك إلا أن تطيعني وتسمع كلامي وباعتبارة أني وصي عليك وحريص عليك ولدي رسالة من الله أو هناك رسول أوصلني أو كلفني بإيصال رسالة لك فأقولت ما هذا أنا دكتور أنا سأتي معك وأقول بأنه هناك من لا يمثل الدين فعلا وأساء إلى الدين فما حاجتنا بالتالي للتمسك بهذا الدين الذي لا يستطيع السيطرة على من يدعي تمثيله حينئذ سيكون مشروع الدين بأكمله فاشل ويعقد الأمور بدلا من أن يعالشها بالضبط تعدك مؤسسة ووضعت نظام لهذه المؤسسة وهذه المؤسسة دائما تعاني الفشل بالنهاية هي خسرانة فأين الخلل؟ تبحث في المؤسسة تجد هناك ناس فاسدين مرتشين أو ناس لا يجدين عملهم كفاءتهم قليلة واتبر أسباب كثيرة لكن هناك بالنتيجة النهاية أكو خلل بالمؤسسة من المسؤول عن هذا الخلل؟ هل هؤلاء الذين أساءوا التعامل أو أفسدوا؟ لا السبب هو السيستم الذي يشغل المؤسسة وإلا هؤلاء لا يمكن أن يوجدوا إلا من خلال هذا السيستم هذا السيستم هو اللي سمح بوجودهم بالتالي البعرة فعلا تدلوا على البعير ولا يمكن نأزل رجال الدين عن الدين الذي أنتجهم والذي يتحدثون بإسمه المشكلة أين؟ المشكلة أن دائما رجال الدين أو الناس الذين يؤيدون رجال الدين دائما يقولون نحن نطبق منهج جيد على المجتمع لكن هذا المشكلة دائما أدنى هذه صار 1500 سنة تطلع لنا مشاكل نفسها فساد وظلم وفقر وجهل ومرض وتشرت هذه وتخلف هذه كلها دائما تنتج أدنى نفس النتيجة مع هذا نقول لا نريد تغيير هذا المنهج أو هذا الدين بأي حاجة بحاجة أنه كامل ولا نقص فيه هذه الحجة هي أصلا وضعت حتى لا يصير تغيير يومي ومستمر بهذا المنهج الديني حتى يصير نوع من الاستقرار حتى يأخذ يعني أنت عندك مؤسسة عندك مشروع ويسوي لها نظام أو منهج تحتاج سنة سنتين عشرة حتى تطبق هذا المنهج ويأخذ فرصة بالتطبيق عندما جربت مرتين ثلاثة ثبت فشلة معناتها الخلل أين؟ الخلل بالمنهج نفسه بالدين نفسه الدين هو أصلا وجد لحاجة الناس تلبية حاجة الناس أما من لا يرغب عندما يشوف المشاكل تتكرر هذه معناتها ويرفض مراجعة المنهج أو الدين بحجة أن هذا المنهج هو إلهي ومقدس فهذا معناتها أنك لا تريد التخلى عن امتيازاتك واضح ولا سلطك بمعنى أن دينك هو تجارتك الرابحة ولا تجد أي حاجة لمراجعة أسسها ما دامت تدر عليك عسلا ولبنا طبعا أثناء هذا الحوار دخل علينا صديق ثاني قال كيف تريدون مني أن لا أحمل العداء لدين داعش؟ وكيف لي أن أقرأ مثلا معالم في الطريق لسيد قطب أو كتاب فرسان تحت راية رسول أو المودودي أو المدرسة الحنبلية أو الخميني كيف تريدون مني أن لا أقرأ كل هذا وأتقبل هذا الدين ولا أنتقده ولا أزدريه؟ وقال أنه التجارب أو رزايا الأديان كثيرة جدا لو ذهبنا أبعد إلى حروب الكنائس وجرائمها وتواريخ التعذيب في الأديان لا نحتاجنا أسابيع للحديث عنها أما أيضا عندما نعود إلى الإسلام البكر نجد أن الخلفاء الثلاثة بعد الرسول تم قتلهم وسميت الفترة الراشدة فترة الذهبية أو الوردية التي يحلم باستعادتها الجميع ثلاثة من الخلفاء ماتوا وأيضا يقال بأنه أنا من عندي هاي أنه خليفة أبو بكر أيضا تم وضع السم له لكن خبر غير مؤكد المؤكد أنه ثلاثة خلفاء من أربعة خلفاء للرسول ماتوا قتلا ماذا أيضا عن حروب الردة وأيضا حرب الجمل اللي يقتل فيها سبين ألف مسلم هذا التاريخ مثقل بالجرائم والدماء والخلافات على الدنيا الدين بالنتيجة لم يكن يوما هادئا هذا كما يقول هذا الصديق الثاني الذي دخل على الخط دائما هذا الدين دائما هو آديولوجية أو حجة فرض ما كل شيء على الناس بقوة السلاح فكل احنا نعرف أنه القرآن يحمل عديد من النصوص اللي تحث على القتل ويوميا نسمع حوادث في دولة أو أخرى حوادث حرق إنسان أو قتل إنسان قبل أيام حسب من باب الشيء يذكر قبل أيام قتلت هاي الطفلة الشابة عمر 20 سنة اللي في نيجيري أعتقد قالت مجرد في حوار على تشاتق سمعتهم يتحدثون عن النبي والرسول والدين قالت له مانا دخلت لهذا الحوار صورت إنه موضوع آخر تحدثون بفاني يعني ما عندي اهتمام بهذا الموضوع أعتبره أسامة وسائة وتم قتلها الأمرأة بقتلة طريقة بشعة جدا أيضا الأمر كثير من الحوادث أيضا الأمرأة مثلا تطلع بدون حجاب على أي أساس تمنحها أنت من العمل مثلا أو تحرمها من حقوقها الطبيعية في الحياة الكريمة هي ما يجبها تحجب يعني أو ما تتحجب تسميها عارية وتسيئولها وتضايقها في العمل وفي كل شيء هذا حصل يعني يحصل في الأراق وفي مصر والحوادث هذا الصيدلي في المصر وأيضا بالبصرة قبل كم شهر صارت حادثة هذا طبعا ما ينفي بأنه هناك أنه استالين هو هذا الواصل كلام مالته هو قال بأنه استالين مثلا من بعده مثل صدام ماو هؤلاء أيضا جعلوا أديولوجياتهم مقدسة وفرضوها بالقوة على الناس وهذا أيضا لا يعني أن نتهم الدين بأنه هو الذي بدأ بهذا العداء بحكم أنه أنه هذا الدين قام على فرض نفسه بالقوة وأن كل من يخالفه هو من الظالين وويل لهم هو عفوا كان يقصد بهذا العبارة الأخيرة أنه يقول لك أنه ليش تتهمون بأنه أحلن يتهم الدين لا هو الذي يبدأ العداء لأنه هو الذي يفرض نفسه بالقوة على الجميع ويعتبر كل من يخالف منطقة من الظالين ومن الكفرة وحق عليهم القول كما يقال أثناء هذا كلام دخل صديق ثالث وقال اسمه حسن قال اسمحوا لي أن ألتقط يعني عبارة أساسية قال الصديق الثاني اللي يتحدث أول ثاني واحد قال عبارته كان الدين داعش قال هو هذا الدين الذي يفرض على الجميع فقال هذا كلام غير صحيح ولا يوجد دين اسمه دين داعش بل هناك دين إسلامي ومنه تخرج فرق متعددة وهذا منها يسمي الداعش والبغداد يمفكرها ورئيسها بالمقابل هناك فرقة أخرى مثل فرقة الصوفيين أو العلوين أو البهرة أو الشيعة أو الإسماعيلية أو الفاطمية أو القرامطة وهكذا يطلعون فرق متعددة لكن هذا حال حال أي منهج فكري مثل الشوعية مثلا أيضا أنتجت الاستالينية تروتسكية أيضا الفكر القومي أنتجنا حزب البعث مثلا الشوفين فرع العراق يختلف عن حزب البعث في سوريا ويختلف عن اللي في تونس وفي اليمن مثلا وفي السودان هذا التفريخ أمر طبيعي لكل نظرية أو كل منهج فكري أو توجه اجتماعي أو توجه سياسي أو ديني سواء كان هذا التوجه السماوي أو بشري فبالتالي هل نعادي الإسلام أم نعادي داعش هل نعادي الشوعية أم استالينية هل نعادي الفكر القومي أم البعث هل نعادي الديمقراطية لأن تجتنا الطائفية مثلا في العراق على سبيل المثال أنا أقول حسب هذا الصديق الثالث اللي هو حسن قال أنا أقول بأن هذا العداء للنظرية ككل أو لجميع كوادرها هذا بعمومية كبيرة جدا ولا ولا يشير إلى حكم عادل على حقيقة الموضوع معنا معاني واليدي يقول بأنه هذا الدين هو حقل كبير جدا وبالإمكان أن تطلع منه يطلع منه السيء والجيد لكن أنا رأيي في ختام هذا كلام أنه هذا كلام ليس صحيح لأنه تلاشفت أنه هذا الحقل الكبير ينتج لك أشياء جيدة وأشياء سيئة فعليك أن تزن الأمور بميزان صحيح وتقول أن هذا الحقل بحاجة لأصلاح ونجد ما هي المناطق السيئة في هذا الحقل ونتخلص منها مثلا قدما الدين الإسلامي لا يمنع حقوق للإنسان ولا يتربح حقوق الإنسان هاي نقطة سلبية في حق الدين الإسلامي علينا أن نعالجها ونغطي هذه الثغرة هناك الثغرة أخرى مثلا الدين الإسلامي لا يمنع حقوق للمرأة نغطي هذه الثغرة وينتهي الموضوع فالإسلام تجد نفسه بعد ذلك يتجدد ويتطور أما أن نقول أنه إسلام صحيح وهذا هو الثابت والنظرية هيها طبيعتها لا يمكن أن تتغير ونتقبل كل ما يخرج من أنت ونقول لا الأل في ما يخرج من رحم هذه النظرية هذا كلام مو صحيح أختم وقول إهانة الآخر أو إزراء الآخر أو محاربته حتى المعنوية في عقيدته أو مواجهته والتصدي لعقيدته أو فكرة هذا أمر لا يمكن تجنبه في أي حوار إنساني وحول أي موضوع دون هذا الإصدراء كما أقول في بداية الفيديو والنقد المستمر لا يمكن لأي مجتمع بشري أن يتطور مشكلة الإنسان أو بالأحرى معضلته الكبرى أنه لا يستطيع الحياة لوحده هو منذ ولادته بحاجة إلى الآخرين لكن المشكلة هو كيف يتواصل معه فلا بد عليه أن يضع نظام للألاقات معه وليحسن الحظ أنه الإنسان عندما يولد أو ينشأ لا يحتاج لوضع هذا النظام فهو يولد ويجده موجوداً أمامه يعني متغلغل في ذهن أمه في ثقافته في وعيها ذهن أبو ذهن المحيطة الأقاربة بعد ذلك عندما يخرج إلى الشارع ويطلع على الجيران ويبدأ يتعلم ويتغذى من رحم آخر رحم الثقافي يخرج من الرحم البيولوجي داخل رحم الأم إلى الرحم الاجتماعي المحيط به فهو يتغذى في البداية على حليب الأم بعد ذلك يتغذى لوحده لكنه يستمر بالتغذية الثقافية من مجتمعه المشكلة الكبرى أين أنه دائماً يحاول أن يتقيد بهذه التعليمات طفل الدماء ينشأ ويكبر دائماً يحاول أن يصل إلى أكبر قدر ممكن من فهم هذه التعليمات وتطبيقها والسير على ذهجها فهو بالتالي يثق بهذه التعليمات واعتبرها هي منهاج وطريق لا يمكن الاعتراض عليه لأنه هو تعلم عليه ما يعرف شيء آخر مشكلة وين المشكلة دائماً أن أي نظام لا بد عليه أن يتغير لا يمكن لأي نظام أن يبقى ثابتاً والسبب ديه لأنه كل شيء يتغير في هذا الحياة والعالم والأشياء حتى نحن نتغير داخل أنفسنا أنا مثلاً قبل عام مو نفسي آني أو حتى قبل يوم مو نفسي آني اللي أتحدث معاكم الآن أكو الشيء تغيرت داخلي فيزيولوجياً وأكو الشيء بالمحيط تغيرت يعني اليوم الأسعار تختلفك مثلاً صعد السوق اليوم أكو الشيء أكو شيء صار اليوم تغير مزاجي كله أكو اليوم تعلمت شيء جديد هستت الآن تسمعني الآن أنا رح أطيك فكرة جديدة فأنت أنا كلنا نتعرض إلى تغير مستمر عملية دأب مستمر لا ينتهي فبالتالي هذا التغير أمر إجباري المشكلة وين بأنه النظام الذي يضعه أي جماعة أي مجتمع طبعاً أحنا ما عدنا مجتمعات العربية والإسلامية والشعوب القديمة كلها عدى الشعوب الحديثة فعلاً أو المتطورة إحنا جماعات ما زلنا جماعات وملل وفرق وأصاب أصاب مو أصابات عصبيات فهذا كل حسب تعبيري بالخلدون هذه كلها هي تخلينا نحتاج لائماً أن نسوي مادة حافظة تحفظ هذه الجماعة وقيامها وتقاليتها فيما نسميه دين هذه المادة الحافظة نسميها الله نسميها المقدس نسميها الحرام الحلال هذه كلها تحفظ كل هذا النظام حتى لا يصير بتغيير لا يؤقل أنه يومي نغير لابد أن نخلق ثبات أو نسوي نزعة تثبيتية لا تقبل التغيير وتلاحظون أنه عبارات الدين دائماً هذه من ثوابت الدين هذا الله خالد الله قوي مطلق القوة مطلق القدرة دائماً تلقى أشياء مطلقة في أي نظام ديني مطلقة هذا كلام صحيح لا يقبل الخطأ صالح لكل زمان ومكان هذه هذه الأبارات كلها حتى تتسو هذا الغلاف اللي يحفظ على يحفظ على هذا النظام لأن لا يؤقل أنه كل شوية يتغير به ولا تفتت تفتت الجماعة وتدمرت واندثرت وضعت أو ماعت في جماعات الآخرين الجماعات التي نجحت في التماسك هي جماعات الموجودة حالياً ومنعتها جماعات الإسلامية لكن هاي الجماعة الآن معارضة لخطر جسيم وكبير جداً وهو أنها لم تترك مجالاً لأي تغيير دائماً تقول هذا المقدس يعني صلعت المقدس وابتلت به تورطت به لا تست يعني تشضى الموضوع بين رجال الدين وبين الفرق الدينية وما ألا ذلك بحيث أنهم كلهم لا يستطيعون أحداث أي تغيير الذي يعد التغيير في منطقة محددة يواجه بالرفض من قبل الطرف الآخر وهكذا داخلين في معمعه دينية لا أول لها ولا آخر ولا أعتقد أنها ستصل إلى نتيجة إلا بوجود كارثة عظيمة تجبر الجميع على أن ينصعوا إلى الأمر الواقع وهو أن دين عمر ألف سنة لم يتغير منه أي شيء ولا يستطيع أي شخص أن يغير فيه أي شيء هذا نظام متكلس ودين متكلس لا علاقة له بأي منطق وبأي عقل بل له مضطر هذا النمط من العديان مضطر أن يكون مستبد وعنيف وعدواني لأنها الطريقة الوحيدة التي يحفظ بها على نفسه ولا يستطيع شيء آخر يعني الدين الإسلام هذا مشكل لا يستطيع أن يعالج أمراضه ولا يستطيع أن يعالج أزماته بل ما هو أسوأ من هذا أنه لا يستطيع الاعتراب بوجود أزمة أي أنه أغلق أغلق كل الأبواب على نفسه وحشر نفسه داخل هذا القوقعة التي سيموت في داخلها إلا لو لم يسارع الناس إلى فهم هاي المعضلة الكبيرة ويفتحون نوافذ لكي يطلعوا على العالم ويبنون جسور مع هذا العالم ويغيرون الكثير من الثغرات التي يمر بها هذا الدين أختم ويقول بأن هذا الحال سيؤجبنا إلى انهيار ونحن فيه حاليا فعلا نحن في حال كارثي لا يمكن أن ينصف لكننا متسربلين أو يعني سكرانين بهذا الدين وبهذا الواقع ولا نشعر بمخاطر الهائلة التي سنصادفها بالمستقبل والمخاطر التي سيتورط بها أولادنا وأحفادنا وأنا أعتقد وأمامنا كارثة كبيرة جدا مع الأسف ولا ليست متشائما لكن هذا الواقع لأننا وصلنا درجة من اختناق لا يمكن معالجتها إلا بأمر جلل أمر جلل سيء أو يعني مهم أمر جلل أو مؤجزة تخلينا نطلع من هاي القوقع التي حشرنا نفسنا بها كمجتمع إسلامي وهذا ليست إساءة للدين ولا للإسلام لكنها محاولة الوصف ما يجري فقط أوروبا تخلصت من هذا المأزق الذي نحن فيه الآن بعد حروب دموية بشعة جدا خاصة في حروب الثلاثين نصف أوروبا ماتوا بسبب هاي الحرب الطائفية كاثوليك خاصة الألمانية نصف الثلثين الشعب أو نصف الشعب الألماني مات وثلث آخر مات بسبب الطاعون هذه الكوارث ما صار وبسببها ظهرت طبقة التنوريين ومفكرين الأنوار وبعد ذلك ومفكرين القرن الثامن عشر هؤلاء قالوا كفى الدين لابد أن ننطلق من الأرض من الواقع وحاجاته ونبني الإنسان وليس الرحمن شكرا جزيلا وأتمنى أسمع تعليقاتكم مع السلامة شكرا جزيلا